الحكومة الجديدة تؤدي اليمينة دستورية أمام الرئيس السيسي غدا وتحسين الخدمات للمواطن وتشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات رئيس مجلس الوزراء يعلن عن مشروع استثماري في الساحل الشمالي الغربي باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار نزوح ألاف الفلسطينيين وسط قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بجنوب قطاع غزة والأمم المتحدة تحذر من المجاعة مع تكرار النزوح أثلث مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جريمتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اجتماع للحكومة الجديدة وأشر المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزري يشمل نحو عشرين حقيبة وزرية وعددا من المحافظين ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزرات واستحداثا لأخرى وذلك في إطار توجهات الرئيس عبدالفتح سيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنتظر الحكومة الجديدة ملفات عدة وتحديات مهمة أبرزها الأزمة الاقتصادية فضلا عن التهديدات التي تحيط بالأمن القومي المصري وهو ما يستوجب من الحكومة الجديدة العمل الجاد وغير التقليدي لتخطي كل هذه التحديات ملفات متعددة ومهمات حيوية تنتظر عملا جادا من الحكومة الجديدة للانتهاء منها في ضوء ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي التي تليق بالجمهورية الجديدة الأمن القومي المصري يتصدر الأولويات وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وهي أمور اعتادت مصر على مواجهتها ويتطلع الشعب المصري لاستمرار نجاح في هذا الصدد باعتباره ضرورة لما بعده من ملفات تشمل تعزيز المشاركة السياسية وإلى الاهتمام الكافي لملفات متعلقة بنمط معيشة المواطنين تعاقب الأزمات الاقتصادية العالمية فرض على مختلف الدول تحديات تستوجب إعادة ترتيب الأولويات الداخلية وأوجه الإنفاق وهو ما يتطلع المواطن المصري لاستمراره ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي أطلقتها الدولة بنهاية عام 2016 وتحقق أهدافها وعلى رأسها تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل مختلف الجهود لخفض معدلات التضخم وأسعار السلع وضبط الأسواق في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات ومع اعتماد مصر بناء الإنسان استراتيجية أساسية لتحقيق المستهدفات يتطلع المواطنون لاستمرار تعزيز الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني بما يضمن ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي وهي أسس لا غنى عنها لبناء الوطن ويرتبط بناء الوطن بعوامل أخرى من بينها مواصلة العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كامل أنحاء الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين وفي مقدماتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكافل وكرامة إضافة إلى مختلف مشروعات الإسكان الموجهة لمختلف فئات المجتمع التغير المناخي وما يرتبط به من زيادة معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض يسهم في تعزيز وعي المواطنين بارتباط ملفات البيئة والطاقة وهو ما أدركته الدولة مسبقاً وكانت استضافتها لمؤتمر كوب 27 ومبادرة 100 مليون شجرة ضمن دلائله وتتعظم مستهدفات المواطنين بشأنه عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتسريع واترة التحول الأخضر مع حل أي مشكلات طارئة بشأن السيطرة على فقد التيار الكهربائي ملفات عدة ويقى الشعب المصري هو الرقم الزهبي في آلية تنفيذها ذلك الشعب الذي يدرك تمام الإدراك ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات قد تؤدي إلى بعض المشكلات العارضة ويعي أيضاً بما يتربص الوطن من مخاطر فتجده يضع دوماً ودون تردد مصالح الوطن وأولوياته فوق كل اعتبار وللمزيد حول تشكيل الحكومة الجديدة ينضم إلينا هاتفياً الدكتور هشام عبدالعزيز الرئيس حزب الإصلاح والنهضة بعد التحية دكتور هشام ما الذي يمثله حلف اليمين للحكومة الجديدة بالنظر إلى ما تشهده مصر من مسيرة تنموية شاملة في جمهورياتها الجديدة طبعاً الأداء اليمين المصرية بكرة نقدر نقول بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية بعد انتخابات رئاسية شهد لها القاسي والداني عنوان جديد محطة تاريخية مهمة من مراحل التاريخ المصري المعاصر بالحكومة دي احنا نحن نقول ان الحلم المصري دخل في المرحلة التالتة اللي هو بالنسبة له بعد ما قضينا على الإرهاب وعملنا في المرحلة التانية بنية تحتية قوية جداً واخترقنا كل مشاكل الواقع المتأزمة عبر عشرات السنين بقى لدينا دولة لها قوام يشهد لها قوة إقليمية واضحة لها مرتكزات قوية جاهزة الآن للانطلاق بشكل كبير جداً خلينا نقول ان الافاق المصرية كبيرة جداً شفناها احنا بنسبة لنا في الاستثمارات القادمة لمصر بالمليارات بتدل ان مصر قطعت أشوات قوية جداً في بناء الدولة المصرية ولكن كطبيعة الدول خلينا نقول ان احنا بنسبة لنا الرغم من هذه الانجازات وما تم دائماً بيبقى فيه في الخلفية يوميات الحكومات في كل أنحاء العالم للشعوب بتقابل تحديات بتقابل مشاكل عايزين من الحكومة الجديدة التي هي الموجودة قدرة أكبر في التعامل مع الإشكاليات زي ما وضح في البيان ان أولويات الحكومة وضع أولويات المواطن المصري في الأولوية وفي هذه النقطة دكتور هشام تحديداً ما الذي يتطلع لهم المواطنون من أهداف لتحققها هذه الحكومة الجديدة رغم كل اتحديات الدولية والإقليمية الرهنة عايزين نقول ان المواطن عايز دلوقتي استقرار في الأسعار قضية التضخم يستقر أنه بالنسبة لي والمصالح أنه عايز يراكم في استثمارات ومدخرات وعايز يشوف استقرار في الأسعار قدر الإمكان سيطرة على السوق عايز يشوف فيه يشوف فرص عمل لي والأولاد ويتحرك بهم المواطن عايز يشوف خدمات أعلى كما يتعلق بالجهاز الحكومي للدولة وسهولة في التعامل عايز يشوف ده مستضح في التعليم عايزين ننتقل بقى نخترق ملف التعليم بخطوات أكبر من اللي تم تمت مجودات جبارة عايزين نعلي عليها ملف الصحة من الملفات المهمة جدا اللي عايز يشوفه المواطن عايزين نشوف فيما يتعلق بوزارة الثقافة ووزارة الشباب مع التعليم ومع الإعلام عايزين نشوف تشكيل وعي يبني الشخصية المصرية يؤكد على القيم الأصيلة للشعب المصري الممتد عبر ألاف السنين اللي تمثلنا وتوضح حويتنا الوطنية اللي بتبني تماسك اجتماعي اللي بتمكننا من مواجهة كل التحديات القادمة عايزين نشوف خطاب ديني معتدل هو بالنسبة له بيمثل دفع قوية للمجتمع سواء على مستوى الأخلاق أو على مستوى الإنتاجية يكون مساهم بشكل كبير جدا يكون خطاب داعم للإنتاجية والفاعلية في المجتمع يساعد على تكوين حالة نفسية مستقرة تكوين حالة اجتماعية مستقرة كل الأولويات دي عايزين نقول المواطن عايز بالنسبة له يزحى الصفح يحس انه هو في ديئة مستقرة آمنة قادر لتحقيق أحلامه وأحلام أولاده والكلام ده مش هيتمن إلا إن احنا بالنسبة لنا نمسك الملفات الاقتصادية بشكل كبير جدا الملفات الاقتصادية احنا بالنسبة لنا حصينا بنية أساسية لها بشكل كبير جدا لو وظفناها بالشكل زي اللي احنا شايفينه ده هتدي وفرة في العملة هتدي قضية توسين الصناعة دي مهمة جدا واللي احنا عطيين فيها خطوات فعلا بالفعل عايزين نكبرها زي يشجع الاستثمار المحلي زي ما شوفنا النهاردة اللي في السحر الشمالي شركة مصرية قطاع خاص بتدعمها الحكومة في استثمار ضخم بالمليارات هيودي لخلق فرص عمل كبيرة جدا وسواء كان استثمار محلي زي ما شوفنا أو في المؤتمر الاقتصادي أو شوفنا فرص الحكمة عايزين نشجع الاستثمار الأجنبي الجاد اللي بيخش يضيف لي في السياحة اللي يضيف لي في الصناعة اللي بيتطور تكنولوجيا جاي في قطاعات محددة بالنسبة لي ممكن يدعمني ويتطور أداء الإداري ويتطور أداء التكنولوجي ويستوعب ويدرب لي عمالها بشكل كبير جدا دكتور هشام كما تحدثت هناك ملفات عدة وتحديات تحوط أو تحديات كثيرة تحيط بالحكومة الجديدة برأيك كيف بإمكان الحكومة الجديدة تعزيز المسار التنموي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الفترة القادمة اللي هو أهم حاجة بالنسبة لنا عملية الحوكمة والتكنولوجيا المواطن اللي هو بالنسبة له الخدمات اللي تقدم له زي ما شفنا نحن بالنسبة لها الحكومة الإلكترونية وما يحدث الآن حوكمة كل المؤسسات الحكومية بتسهل التعامل بشكل كبير جدا بتقلل على البيروقراطية اللي بتتم بتسهل التعاملات بتسهل الحركة المواطن هو عايز بالنسبة له في الخدمات برضو عايز يشوف السلع متوفرة يعني السلع بالسعر المناسب في تيطرة على الأسواق بشكل معين خدمة جيدة وبأسعار مقبولة يستطيع التحرك فيها من الحاجات المهمة جدا نحن عايزين نشوفها إنها ما تكونش الخدمات مقدمة فقط في الأماكن الراقية أو كذا لا حياة كريمة تخش بقى هي بالنسبة لها شمل 60% تستكمل الكلام ده تسهل على الناس في الكرة وفي النجوع الوصول لخدماتهم إعادة هيكلة كل المباني التعليمية واللي احنا شغالين عليها ده المواطن محتاج يشوفه محتاج يشوفه في الريف محتاج يشوفه في الصعيد وده اللي حاصل هو النجل سيفة دلوقتي بالفعل هذا ما تفعلهم وأساسة حياة كريمة من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً في كل المحافظات المصرية من اهتمام ودعم لهم طبعاً حياة كريمة ده مشروع جبار عايزين نستمر فيه لأن ده علامة فارغها في التاريخ المصري إن الدولة المصرية تعتمي بكل أبنائها من أصغر قرية لأعماق الصعيد داخل الريف المصري الشعب يبدأ يشعر بأثار التنمية ويشعر بها من هذا المجال بالتأكيد دكتور هشام بالتأكيد شكراً جزيلاً لك دكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الساحل الشمالي يمثل إحدى الأيقونات الكبرى للدولة على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة خلال مؤتمر صحفيين أشار مدبولي إلى سعي الدولة لاستغلال الساحل الشمالي كوجهة هامة لتعزيز القطاع السياحي في مصر النهاردة الحقيقة يوم جميل جداً أننا نعلن عن مشروع آخر على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية اللي نعتبره الحقيقة بمنتهى الأمانة واحد من الآيقونات الكبيرة إن شاء الله اللي من شأنها أن تكون نقاط جذب للإستثمار الخارجي المباشر والأهم أنها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنة ودائماً كان يقال من عدد كبير من الخبراء إحنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصورة المناسبة وإن اللي حصل قبل كده إنها تحولت إلى بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين ثلاثة في السنة بالكتير وبعد كده الأماكن غير مستغلة وعشان كده كانت الدولة حريصة جداً ويمكن أعلننا هذا الكلام في إطار رؤيتنا لمصر عشرين تلاتين وفي إطار المخطط للسراتيجي القومي لمصر إن إحنا بنقول إن الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي حتكون الدولة تركز عليها أولاً لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جداً من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة اللي من شأنها إنها ضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر والأهم إن هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة أرضها حتكون واحدة من أهم النقاط اللي ممكن إن إحنا نوطن فيها زيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاي أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن مشروع لشاركة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاصة يتمثل في مشروع ساوث ماد بالساحل الشمالية أوضح مدبولي أن المشروع من شأنه التكامل مع مشروعات أخرى بالمنطقة كمشروع مدينة العالمين الجديدة لتحقيق المستهدفات إحنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سياحية فقط ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة أعلننا منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع راس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم إحنا بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوس ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي إحنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول إن إحنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية 2030 إن إحنا نكتزب على الأقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر إحنا مش بنبالغ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع الشراكة الاستثمارية الجديد بين الدولة والقطاع الخاص والمتمثل بمشروع ساوث ميد يرتبط ارتباطا وثيقا بخلق المزيد من فرص العمل والسكن للشباب أشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يضيف زخما لرؤية الدولة وثقتها في المستثمرين المحلي بنتوقع إن هذا المشروع جنبا إلى جنب مع رأس الحكمة جنبا إلى جنب مع اللي بيتعامل في العالمين حيبقى إن شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي حيبقوا موجودين على مدار مصر الأهم إن كل ده مرتبط بخلق فرص عمل وإحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة أو الأهم اللي هي بتجذب شبابنا إن يبدأ ييجي ويسكن في هذه المنطقة فمن خلال استطان واستكمال هذه المشروعات اللي حتمتد لسنوات حيبقى فيه فرص عمل على طول موجودة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي حتبدأ تجذب شبابنا إن هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنية اللي الدولة بتنفذها سواء في مدينة العالمين وكل المستويات أو بعض المدن الأخرى حيبقى فيه فرص للسكنة والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات لشبابنا إن هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيرة اللي حضركم شفتوها النهاردة فالحقيقة هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف لي إن شاء الله الرؤية المتكملة للدولة حطاها للسحل الشمالي الغربي حضركم سمعتوا الأرقام والنهاردة إحنا بندير سالة زي ما كان رأس الحكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشققنا في دولة الإمارات وبالتالي اعتبر استثمار أجنبي مباشر النهاردة الدولة أيضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين واقطع الاستثمار المحلي قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابدة إن مشروع ساوث ميد بالسحل الشمالي يعد نموذجا الاستثمار بين الدولة والقطاع الخاص أضف أن المشروع سيؤدي لنتائج إيجابية للاقتصاد الوطني لافتا إلى أن مشروع ساوث ميد يعد وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة مؤكدا قدرة الاستثمار المحلي على تدشين مشروعات تضاهي المشروعات العالمية في ظل خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي تحالف سجنفاع فليبس جيلا لاستعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة يأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص في مصر إيمانا من الدولة بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته في المشروعات الجديدة وقد شهد اللقاء تقديم مقترح لتنفيذ أربعة مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات سجنفاع فليبس وذلك باستثمارات تبلغ مئة مليون دولار شهد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيدي للتثمار والتنمية وشركة صندوق مصر الدعم وتطوير التعليم وشركة الأهل سيرة للخدمات التعليمية بهدف تأسيش شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجماعات دولية جديدة في مصر وافقا الاتفاقية سيتم تأسيس الجماعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقات التعاون ذات الصلاة جهود متواصلة من الدولة لجذب ودعم الاستثمارات بما يزيد من حصة القطاع الخاص بالاقتصاد الكلي تشمل هذه الجهود إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها مع ضمان المنافسة العادلة ومكافحة أي ممارسات احتكارية أدركت مصر مبكرا أهمية مشاركة القطع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وحرصت الدولة على دفع هذا القطاع نحو تبني معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي لتحقيق أثر فعال الدولة توفرت مناخا داعما للاستثمار من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص مع التركيز على ضمان عدالة المنافسة وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية كما دعمت القطاع الخاص في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية وسداد متأخرات دعم الصادرات بالإضافة إلى ما يتم من تطوير شامل وميكان في منظومتي الضرائب والجمارك وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقت في يونيو 2022 وضعت هدفا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65% خلال ثلاث سنوات في ضوء استكمال الإصلاحات الهيكلية الوثيقة تضمنت إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية وخصوصا الحوافز الخضراء وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنفسي ومن جهة أخرى يحصل القطاع الخاص على أوجه دعم من خلال الضمانات والاستشارات الفنية وخطوط الاقتمان وتعد أبرز القطاعات المستفيدة من السياسات التحفيزية لمشاركة القطاع الخاص قطاعات الصناعات التحولية والتمويل والبنية التحتية والخدمات وعلى مدار سنوات ماضية شهدت الساحة نماذجة لشراكات في مجالات السياحة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والتعليم والبنية التحتية والبناء والتكنولوجيا والمشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة ويعد مشروع تطوير رأس الحكمة بشركة إماراتية نموذجاً ليس ببعيد عن المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات قدرت بـ 150 مليار دولار من خلال مدة تطوير المشروع تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية وفي نهاية المطاف تستهدف الدولة من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية توفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن جموع المصريين خارجت في الثلاثين من يونيو ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف هوية الوطن وفي مستهل الجلسة اليوم أكد المستشار عبد الرازق أن الجيش انحاز لشعبه واستجاب لإرادته فحم الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ عهداً جديداً من التنمية والازدهار لازمنا نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً ذكرى فورة الثلاثين من يونيو التي انتفضت فيها جموع الشعب ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الوطن وتمسي هويته فخرجت الملايين من النساء والشيوخ والشباب متمسكين بالأمل ومستظلين بإعلام الوطن رافضين للاستبدال والعيمنة مدافعين عن المبادئ والقيم المصرية العصيلة فانحاز الجيش لشعبه واستجاب لإرادته فحمى الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ مصر عهداً جديداً من التنمية والازدهار لم ولن تتوقف قوى الشر المعادية لمصر عن محاولات انفاذ مخططاتها الرامية إلى إضعاف هذا الوطن وتفتيته لذا وجب علينا جميعاً أن نكون دائماً واعين لذلك مستمسكين بوحدتنا مستجمعين قوتنا خلف قيادتنا من أجل مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار لهذا الوطن حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس الفتاح السيسي لما فيه خير وعزلة للوطن والمواطنين أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الانخراط بصدق في جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية وخلال كلمتي في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام وتنمية المستدمين بالقاهرة شدد شكري على حرص مصر على المشاركة النشطة في قوات حفظ السلام وتدريب الكوادر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية يتيح المنتدى الفرصة لتسليط الضوء على دور الشباب الافريقي في تعزيز القدرة على السمود ومجابهة التحديات وكذلك مساهمات المرأة الافريقية في مجابهة تلك التحديات سيدات والسادة لا يفوتني الاعراب عن التقدير لجميع الشركاء الذين دعموا انعقاد المنتدى وما يقدمه ذلك من مثل عملي على التعاون البناء من أجل تمكين دول القارة من تحقيق أمال وتموحات شعوبها ودليل على إيماننا بأهمية العمل الجماعي والشركات انطلقت فعليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين والتي توقض بالقاهرة تحت عنوان أفريقيا في عالم متغير إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية وكانت مصر قد بادرت بإطلاق المنتدى خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 انطلقت فعليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين والتي تعقد بالقاهرة تحت عنوان أفريقيا في عالم متغير إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية قضايا السلام والتنمية ده أمر واضح جدا حتى في العنوان بتاع الفورم أو بتاع المؤتمر اللي احنا فيه اليوم وده في حد ذاته أمر مهم الشعوب كلها بتقن فعلا من الحروب والإرهاب وموضوعات تغير المناخ وغيرها وفي التالي في حاجة إلى السلام وطبعا التنمية مش هتتم إلا في وجود سلام دائم ومستمر ومستدام في الدول يأتي هذا المنتدى والذي يستمر على مدار يومين ويناقش عددا من الأولويات الأفريقية الهمة من بينها سبل تحقيق السلام والأمن في عالم متغير وتبني الحلول المتكاملة في إطار دعم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية والدفع قدما بجهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية وتسليط الضوء على دور الدولة لبناء مؤسسات قادرة على الصمود من أجل تحقيق السلام المستدام ويشارك في المنتدى عدد من الشخصيات الدولية والأفريقية رفيعة المستوى بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الأمميين ولفيف من الشخصيات الأفريقية الرائدة في مجال السلام مصر داعمة لجهود تسوية النزاعات نراه في غزة في السودان في مختلف المناطق ومنتدى أسوان هي المنصة التي تعكس هذا الدور المصري الرائد على مستوى القرارة الأفريقية وسيتم خلال هذه المنتدى طرح مبادرات ومقترحات لدعم هذه الجهود سيتم اليوم على سبيل المثال طرح إطلاق شبكة أفريقية لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب وهي أولوية أفريقية كبيرة سيتم غدا إطلاق أول جائزة لمنتدى أسوان لبناء السلام تكرم شخصية أفريقية أو منظمة أفريقية في مجال جهود بناء السلام وكانت مصر قد بادرت بإطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال رئاستها للاتحاد الأفريقية عام 2019 وفي إطار ريادتها لملف إعادة إعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن أكدت الولايات المتحدة مواصلتها العمل مع مصر وقطر لسد الفجوات ما بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا وأوضح في دانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وقت المساومة انتهى وحان وقت وقف إطلاق النار مشيراً إلى التزام واشنطن بدعم مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس بايدن قبل عدة أسابيع ليفتاً إلى اعتقاد بلاده بأن هذا المقترح هو أفضل طريق للمضي قدماً لإطلاق صراح المحتجزين من جانبه قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فسيل نيبينزيا إن القرار الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة لم ينفذ أوضح نيبينزيا في تصريحات له عقب تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر أنه لا يوجد أي دليل على تحسن الوضع أو قرب وقف إطلاق النار مضيفاً أن أي عنصر من قرار الأمم المتحدة لم ينفذ وتبنى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الماضي قراراً بشأن يوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع وذلك على ثلاث مراحل مع تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس ولم تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي لكنها امتنعت عن التصويت آنذاك محذرة من أن هذا القرار قد يبقى حبراً على الورق نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أمنية زعمها بأن الإنجاز العسكرية في قطاع غزة بات يسمح بوقف القتال إن اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات وضفت القناة الإسرائيلية أنه بعد تسعة أشهر من اندلاع الحرب تقترب قوات الجيش من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة مشيرة إلى أن الجيش يقدر أنه يحتاج أربعة أسابيع إضافية لإتمام العملية في رفح الفلسطينية يواجه القادة الإسرائيليون انتقادات متزايدة لفشلهم في وضع خطة وقعية لما بعد الحرب في قطاع غزة في هذا الصدد يتعزز توجه تل أبيب نحو إعطاء دور فعال للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب على الرغم من المعارضة المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين فشل عسكري وستراتيجي وإخفاق في وضع أي تصور قابل للتحقق بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة يتخبط الساسة في إسرائيل على وقع مصالح شخصية وحزبية لا تحمل سوى مزيد من الخسائر غير المحسوبة رئيس الوزراء نتنياهو أبدى مرارا وتكرارا رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب لكن مصادر مطلعة أشارت إلى احتمال عدوله عن موقفه وذلك على خلفية فشل المؤسسة الأمنية في صياغة أي مقترحات وقعية لإدارة قطاع غزة فيما يعرف باليوم التالي للحرب دون الاستعانة بالسلطة الفلسطينية وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ورغم هذه الإشارات يواصل نتنياهو علنا رفض فكرة تسليم حكم القطاع للسلطة الفلسطينية وأعرب عن رغبته في إنشاء إدارة مدنية محلية إن أمكن بمشاركة شخصيات مدنية في القطاع توجه نتنياهو قوبل بتأكيد من كبار مساعدين على أن الأفراد الذين لهم صلاط بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على الفلسطينيين المحليين لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب صحيفة فينانشل تايمز الأمريكية أشارت بدورها إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لإطلاق برنامج تجريبي لإنشاء ما يعرف بالفقاعة الإنسانية للمدنيين في غزة من غير المنتمين إلى حمس وذلك في مدينتين شمالية القطاع بما يشمل تسليم السيطرة على القطاع في المستقبل إلى السلطة الفلسطينية وربما دول أخرى الحرب السياسية الداخلية في إسرائيل ليست بمنأة عما يتعلق بالخطط والرؤى بشأن القطاع إذ يتعرض نتنياهو لاتهامات غربية متزايدة بالرضوخ إلى شراكائه اليمينيين في ظل حاجته إلى دعمهم للحفاظ على اتلافه الحاكم وهم أكثر عداءاً تجاه السلطة الفلسطينية ويتخذون خطوات تهدف إلى دفعها للانهير رغم التحذيرات المتكررة حتى من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمسألة إعمار قطاع غزة ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة تقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ أكد توكلة الأونروا أن هناك مجاعة تلوح في الأفق مع إكبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة في غضون أيام بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف خاصة في منطقة الشجعية والذي تسبب في قطع الوصول إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات صرحت المتحدثة باسم وكالة أونروا إن الدمار في المناطق المتضررة التي تمتد على نحو 7 كم مربعة مروع مشيرة إلى أن معظم الناس فقدوا منازلهم إما كليا أو جزئيا كما أكدت أن استمرار العنف الإسرائيلي حال دون أن تتمكن وكالة أونروا من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي تفاح بمدينة غزة وذلك بسبب قربه من خط المواجهة أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيل الضحة حاية العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37 925 شهيدا بالإضافة إلى 87 141 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة الارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر بحق المدنيين في القطاع أصفرت عن وصول 25 شهيدا و81 مصابا للمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أكدت وكالة الأنباء الفلسطيني استشهادة وإصابة فلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضبطة الجمركية شرق خان يونس جنوبي قطاع شددت الوكالة الفلسطينية على أن قوات الاحتلال أجبارت النازحين والجرحة والمرضى على الخروج من المستشفى الأوروبي شرق المدينة تحت وابل كثيف من القصف المدفعي اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها المكتفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات المزيد يطلعنا عليهم مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز أكثر من 77% من سكان قطاع غزة من بيوتهم أكثر من مرة خلال 9 أشهر الماضية بسبب القصف المستمر والعدوان الغاشم المستمر على الأشقاء الفلسطينيين لكن هذا لا يمنع التأكيد من الجانب المصري على تجهيز الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها الشاحنات الغذائية المستلزمات الطبية أيضا شاحنات الوقود كانت تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية من هنا متجهة إلى بوابة معبر رفح الفلسطينية لكن بعد أن خرجت بوابة معبر رفح الفلسطينية عن الخدمة تتحرك الشاحنات من بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لكن قوات الاحتلال تتعنت وتعرقل دخول هذه المساعدات فخلال الأيام الماضية كان يدخل ما بين 15 إلى 20 شاحنة تقريبا يوميا اليوم دخل عبر هذه البوابة 13 شاحنة إغاثية منها مستلزمات طبية منها مواد غذائية ومنها مولدات الكهرباء الشاحنة التي تحمل مولدات الكهرباء تم رفضها وعادت أدراجها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية ودخل أيضا معهم أربع شاحنات للغاز أفرغوا حملاتهم بالفعل في الناحية الأخرى وعادوا إلى الأراضي المصرية في حديثنا مع السائقين الذين تحركوا بهذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى نقلوا لنا الصورة من أمام معبر كرمة أو سالم في الناحية الخاصة بالأراضي المحتلة يعني تحدثوا عن تراكم عدد كبير جدا من المساعدات الإغاثية التي دخلت عبر البوابات المصرية متجهة إلى هناك أنها تدخل إلى الناحية الأخرى ولكن يتم وضع هذه المساعدات ولا يتم إعطائها للأونروا أو في بعض الأحيان الأونروا تجد صعوبة في توزيع هذه المساعدات وهذا حسب ما رأى السائقي الشاحنات الذين ذهبوا إلى الناحية الأخرى نتحدث عن متوسط سبعين شاحنة دخلوا من أمام بوابة معبر رفح المصرية لكن ما دخل إلى معبر كرمة أو سالم وما دخل إلى الأراضي المحتلة للأونروا من أجل توزيعه على أشقاء الفلسطينيين ربما لا يتعدى أو لا يصل حتى إلى الثلاثين شاحنة يأتي هذا مع استمرار التأكيد المصري على أنه لن يكون هناك أي بوابة أخرى غير بوابة معبر رفح المصرية وهي الأساسية بعد أن فشلت الرصيف الخاص بالميناء في غزة الذي قد أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية فشل وخرج عن العمل لذلك لم يتوقع إلى المعبر الرئيسي هو معبر رفح المصرية هذه هي صورة من البوابة والآن أعود عليكم مرة أخرى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله عن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديدة وأكد إعلامي مجلس الوزراء أنه لم يتم إصدر أي قرارات عن إلغاء التوقيت الصيفي وأن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 والذي ينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول تعريف الممرات الخضراء وأهم أنواعها مع إبراز دورها وأهميتها تناول هذا الإصدار استجابة مصر للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية وتحسين المناخ والبيئة هذا وقد أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد وهو ما يمثل أولى الخطوات نحو التحول لإنشاء الممرات الخضراء وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية لتعاون مع مجموعة طلعة مصطفى وشندل جروب العالمية لإنتاج المصعد الكهربائية في إطار السعي نحو التكامل في تنفيذ المشروعات العمرانية في مصر وتوفير المصاعد الكهربائية بنسبة إنتاج محلي تصل إلى سبعين بالمئة وقعت الهيئة العربية للتصنيع خمسة اتفاقيات إطارية للتعاون مع مجموعة طلعة مصطفى القابضة وشندلر جروب العالمية حيث تؤكد تلك الاتفاقيات على قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيا الحديثة تنفيذا لتوجهات فخامة سيادة الرئيس لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات في مصر نحن نشتغل على هذا ونحاول نحن نتعاون مع شركات القطاع الخاص سواء مصري أو عربي أو أجنبي لتلبية مطالب التنامي العمراني الكبير الموجود في مصر حاليا سواء لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ونحن عندنا عقد من وزارة الإسكان قدره خمسين ألف مصعد على عشرة سنوات وكمان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برضو عندها عقد آخر معانا إن شاء الله بخمسة ألاف آخر كل عام خلال شهرين نشهد الإنتاج الأول من المصعد الكهربائية الجديدة الداعمة لمشروعات الإسكان المختلفة في مصر ليتم التنفيذ برؤية تطمح في التصدير مستقبلاً للدول العربية والإفريقية إنها شراقة قوية حيث لدينا الفرص لدعم التوطين والذي يعني التجميع المحلي بخط إنتاج في مصر وأيضاً أعمال الصيانة نحن لدينا خبرة تبلغ مائة وخمسين عاماً في السوق العالمية ولدينا خبرات في أعمال المصادق الكهربائية لذلك نرغب في مشاركة خبرتنا هنا ولنضمن عملية التوطين يأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة يوجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا في كافة المجالات كمجال صناعة المصاعد الكهربائية وجذب الاستثمارات المشتركة مع الخبرات العالمية في هذا المجال تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين الذي جذب أنظار العالم إلى مدينة العالمين السحرة في الحادي عشر من يوليو الجاري الذي تستمر فعليته نحو خمسين يوماً تشهد الدورة الجديدة من مهرجان العالمين عدة فعاليات متتالية ويشمل خمسة مهرجانات كل منها يقدم فعاليات متنوعة تخدم فئة عمرية وجمهوراً مختلفاً عن غيره بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى العام الماضي تنطلق الدورة الثانية في الحادي عشر من يوليو في إطار تعزيز مصر لقواتها الناعمة والاستفادة من مقاوماتها السياحية لتعزيز الدخل القومية الفرق بير ما بين السنة والسنة اللي فاتت كل سنة إن شاء الله يبقى فيه تطور أكبر السنة دي عندنا مهرجان نابتة للأطفال وده الحقيقة احنا مهرجان احنا مهتمين بي جداً عشان ما يبقاش في حد من خارج الأسرة مش موجود في المهرجان كمان السنة دي فيه تعاونات مع مهرجانات أخرى زي مهرجان الرياض كمان السنة دي عندنا مصرحيات لم كانتش موجودة لسنة اللي فاتت لا السنة دي طبعا حجم الشغل أكبر من السنة بكثير الدورة الثانية من المهرجان تحمل مفاجآت كثيرة سواء على مستوى المشاركة أو الفعاليات كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباحها المنتظرة لدعم قطاع غزة فضلا عن توفير مزايا استثنائية وتذاكرة مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة نحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات التي تخص المواطنين المصريين ونقدم خدمات جديدة تأثر عالة إيجابية على التشاركة معنا لأننا كبريد مصري بنحرص جدا على التواجد في الفعاليات القومية الكبيرة زي العالمين وبنحرص بشكل أكبر نقدم خدمات جديدة مخصوصا للسنة دي مهرجان نابت داوة تبقى مشروع كبير جدا إن شاء الله نشارك فيه بشكل إيجابي وبنحرص كمان أن نتواجد مع حضراتكم بفعاليات جديدة وخدمات جديدة فيها مفاجئات إن شاء الله لكل الحضور بمهرجان العالمين الجهات المنظمة ستخصص شاطئا عاما لخدمة أهالي العالمين لاستقبالهم خلال فترة المهرجان علاوة على إقامة معظم الأنشطة في الفترة الصباحية على مدار أيام الدورة ترشيدا للكهرباء والتزاما بقواعد وقوانين الدولة ويشهد المهرجان أيضا شراكات متعددة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وذلك في مجالات التطوير العقري والتسويق السياحي تواجد العرب هنا عشان نقلهم ثقافة السياحة الرياضية نوريهم قد إيه إن مصر مش بس فيها سياحة عادية لا فيها سياحة رياضية فيها موتر سبورت فيها أبطال بتنافس على مستوى العالم لاستثمار الرياضي زاوية أخرى سيركز عليها المهرجان في نسخته الثانية من خلال فتح أفاقي الاستفادة من تنظيم بطولات دولية لاكتشاف مواهب جديدة وتحت شعار لا حضارة بلا قوة ناعمة تحتضن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مظاهر ثقافية وتنويرية من خلال أكثر من خمسين فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان عندنا برانز عالمية موجودة مستعدة تستقبل أي نوع من السياحة أي نوع من السكان أي حجم من السكان بكل الليفلز بتاعتهم تقدم لهم الخدمات بتاعة المطاعم والكافهات والصهر والسياحة والبيتشز فالحمد لله عملنا مكان متكامل يقدر ينافس كل الكميرشال ديستنيشنز اللي موجودة في مصر موقع جغرافي فريد تتمتع به مدينة العالمين لتجذب العديد من الزائرين من كافة الدول حيث استقبلت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح وتحولت إلى قبلة للاستثمار تحفز رجال الأعمال ورؤوس الأموال الأجنبية لضخي مشروعات التنمية والإسكان والتطوير العمراني في مناطقها باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدسترية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا وتحسين الخدمات للمواطن وتشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات رئيس الوزراء يعلن عن مشروع استثماري في السحل الشمالي الغربي باستثمارات 21 مليار دولار نزوح ألاف الفلسطينيين واستقص في الاحتلال الإسرائيلي لمناطق بجنوب قطاع غزة والأمم المتحدة تحذر من المجاعة مع تكرار النزوح مشاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون مصري نشكوكم على قصيد المتابعة تحية لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر